مبدئيا كده انا مش فاهم يعني ايه شخص غريب يعيش في بيت ناس تانية ملهوش اي علاقة بيهم وكمان عايش معاهم من غير ما يعرفه او يحس بوجوده من اساسه وعلشان ما بحبش يطول عليك تعال احكي لك القصة بشكل مختصر في 10 نوفمبر سنة 1882 اتولد سيدور اللي صرته زهرة قدامك دلوقتي وبالمناسبة ده بطل القصة المهم لما اتولد كان ضعيف جدا جدا حجمه قليل او نحيف وبيعاني من مشاكل صحية وده السبب اللي خلى الاطباء تقول عنه انه مش هيعيش لسنة 18 ولما كبر سيدور لاحظ ان البشر معاملتها سيئة جدا معاه الكل بيتنمر عليه بسبب يعني الوظيف اللي هو بيشتغلها يعني مثلا ما كملش تعليمه وعلشان كده كان بيشتغل في المهن البسيطة وزي ما انتوا عارفين ان ضعاف النفوس بتحب تتكبر على الفئة دي ده غير بعض الناس لما كانت بتشوف رفعه او حجمه القليل كانوا بيسخروا منه وبيتريعوا عليه المهم الكلام ده كله عمل جواه زي فجوة نفسية وبدأ يقره المجتمع وسب شغله واصبح عاطل وقتها ملقاش فلوس يصرف منها وساعتها اتجه للسرقة ومشي في الطريق الاجرامي وعلشان خاطر هو شخص ضعيف جسمانيا وما عندهش القدرة انه هو يقاوم حد من اللي هيسرقهم فكان مضطر يعني انه هو يحمل سلاح او مسدس معاه من باب التهديد في يوم من الايام حس انه هو جعان وجيبه فاضي مفوش اي فلوس وفي نفس الوقت ما قامش بعمليات سرقة ومش عارف يجيب اكل منين ويتصرف ازاي المهم لما قاعد يحسبها وقتها افتكر شخص اسمه فلب كانت بطرباتهم علاقة في الماضي سيدور رحله البيت بنية طلب المساعدة فقط مش اكتر من كده لما وصل عنده اكتشف انه هو مش موجود وقتها فكر انه هو يقتحم المنزل ويسرق الاكل منه لكن الموضوع ده كان عجبه وفكر من زاوية مختلفة وقال من جواه ايه اللي يمنع انه استخبى في البيت الكبير ده وكل ما جوع هلاقي الاكل وكمان اسرق فلوس بسيطة من فلب بحس يعني ما يحسش بيها وانا كده هضمن الاكل والمصاريف مع بعض وبالفعل كان جمع زي ملحق او غرفة صغيرة مبنية جنب البيت وهي تابع لي بس على الحديقة بتاعته المهم كان عليها باب حديد مقفول بترباس وفي الباب دوت فتحة صغيرة ما تدخلش بني ادم حتى لو كان رفيع لكن سبحان الله صيدور كان ارفع من اللازم وعنده لين عزام وقدر انه هو يدخل من الفتحة الصغيرة دي ونام جوه الغرفة واستقر جواها مدة حوالي شهرين كل ما في لب ينام او يروح شغله صيدور يطلع من الجحر بتاعه ويلف جوه البيت براحته يأكل يشرب يدخل بيت الراحة يسرق من الفلوس من الاخر عايش حياته بالطول والعرض طالما بقى محدش بيشوفه او اكتشف امره المهم فضل على الحال ده وقت لحد ما في لب بيجيه في مرة وقال ادخل استريح شوية في القضاء اللي هي جنب المطبخ والسوق الحظ سيدور افتكره خرج كالعادة لان اليوم ده كانت الدنيا لسه نهار لكن لو كان بالليل اكيد طبعا هيقول ان هو نايم ولما دخل المطبخ علشان ياكل وقعت منه كباية فاتكسرت فقام في لب من مكانه هو مخدود ومش عارف صوت الكسر ده حصل فين فقال اروح اشوف ايه الوضع ربما يعني يكون حرامي دخل البيت وهنا بقى هتحصل الصدمة اول ما دخل المطبخ شاف سيدور واقف بياكل من غير ما ياخد باله منه وطبعا اول ما في لب بتخض فضلي زعق انت مين ودخلت هنا ازاي وقامت مشاجرة ما بين الاتنين وطبعا علشان زي ما قلتلك ان سيدور كان رفيع وضعيف فما كانش قادر على في لب بايده وقدر ان هو يطلع مسدس كان معاه وانهى حياته وبعد ما في لب وقع على الارض متوفي سيدور ما كانش هرب من البيت اخد كمية اكلة كفية يعني يومين وراح استقر في الغرفة او الملحة التابع للمنزل وفي نفس اليوم ده واحد من جيران فيليب كان عزمه بالصدفة على العشاء ولما الدنيا ليلت ومرحش العزومة كان جاره دائلة عليه جدا خصوصا يعني انه هو عايش لوحده نسيت اقولك انه هو كان متجوز لكن زوجته في الفترة دي كانت مريضة ومحجوزة في المستشفى المهم الجار بلغ الشرطة باختفاءه وبالفعل اتحركت مجموعة من الاسم علشان يعني يروحوا البيت ويعينوه ويعرفوا ايه اللي حصل معاه هناك فضلوا يخبطوا على البيت لكنه ما كانش بيرد عليهم ابدا قصروا الباب ودخلوا يفتشوا المكان من جوه وطبعا اكتشفوا النواع على ارضية المطبخ متوفي الشرطة والجران قاموا بدفنه وبعد كده بلغوا زوجته في المستشفى بخبر وفاته وعملوا تحريات وبحثوا في كل مكان عن الجاني لكن للأسف ما توصلوش لاي حاجة ابدا معرفوش مين الفاعل وليه عمل كده اصلا وقفلوا القضية وكتبوا في المحضر ان هي ضد مجهول الغريب هنا ان سيدور ما سابش المنزل برضو وفادل مستقر فيه زي ما هو وقتها اتخذ المكان زي ما بيتلي فقط والاكل والشرب بيطلع يسرقهم من اي حتة واخر اليوم بيروح ينم في الملحق وفادل على الحال ده لحد ما زوجة فيليب كانت خفت وخرجت من المستشفى وطبعا وقتها رحت تعيش في بيتها عادي يعني زي اي واحدة لكنها ما تعرفش ان فيه شخص مجهول الهوية هيعيش معاها ونفس المنهج هو هو كان مش عليه صيدور كل ما زوجة تنام او تخرج علشان تروح مشوار يروح المطبخ ياكل ويشرب يسرق من الفلوس حاجات بسيطة يعني علشان ما تحسش بيها لكن المفاجأة هنا ان هي خدت بالها من كل اللي بيحصل بدأت تلاحظ ان المواعين بتتنقل من مكانها الاكل اللي في التلاجة بينقص الفلوس بتقل من غير ما تلاقيها او تعرف يعني هي صرفتها في ايه لكن كل الملاحظات دي هي للأسف مجهش في بالها ان فيه شخص هو اللي ورا الموضوع ده يعني من الاخر افتكرت ان البيت مسكون بالعفريت واعتقدت ان الاشباح والارواح الخفية هي اللي ورا الموضوع ده كله وهي السبب في كل حاجة غريبة بتحصل واللي اكد لها الموضوع ده انها في مرة كانت قاعدة في القوضة والصدور افتكر ان هي نامت وساعتها عدة في الطرقة وهي التمحت خياله على اخر لحظة وافتكرت انه عفريت وبسبب الرعب ده كله اللي هي عايشة فيه فكرت انها لازم ان تسيب البيت ده فورا وتروح تعيش في اي ولاية تانية وبالفعل عملت كده وسابت البيت ده مهجور ساعتها صدور بقى برحته تماما وخذ رحته على الاخر وبقى يلف في المكان في اي وقت هو عايز ومتطمن من جواه عارف ومتأكد انه مفيش حد هيجي هنا ابدا كمان انتشر خبر ما بين كل السكان والجيران ان منزل فيليب ده مسكون بالعفريت والناس لما كانت بتعدي من قدامه يسمعوا صد دوشة خارج من جواه انوار بتتفتح وتطفل وحدها ايام الشباك مفتوح وايام تانية مقفول وهكذا يعني وبسبب اللي هم بيشوفوه او بيسمعوه ده اتأكدوا هم كمان ان البيت مسكون بالجن والشياطين محدش جف باله ابدا ان فيه بنا ادم هو اللي ورا الكلام ده كله وفي مرة زوجة فيليب طلبت من الشرطة انها تروح تعين المنزل من وقت للتاني وده يعني نوع من انواع الحفاظ على الممتلكات علشان ما يجيش حد يعني يقولك ان البيت ده مهجور ويسكن فيه ويبقى يعني نظام وضع يد وبالفعل الشرطة راحت كذا مرة من غير ما تكتشف السر او حتى تلاحظ ان فيه حد عايش في المكان ده وفضلوا على الحكاية ده فترة لحد ده ما جنفوا مرة لحظوا ان فيه حاجات بتتغير في البيت والحاجات دي استحيل تكون العفريت هي اللي بتعملها وشكوا ان فيه حد بيتردد على المكان ده براحته ومش بعيد كمان يكون عايش فيه او مستخب جوادي الوقتي وبالفعل فتوش البيت حتى حتى لكنهم ملقيوش حد وقبل ما يمشوا فيه ظابط منهم قال لهم تعالوا بالمرة نفتش الملحق ده فقالوا ليا فندم دعليه باب حديد وقفل يعني يستحيل حد يدخلوا فقال لهم نعمل اللي علينا وخلاص وقسروا الترباس ودخلوا جوا وعينك طبعا ما تشوف اللي النور قبضوا على سيدور واكد تروأ عندهم بعد ما عرفوا ان هو اللي ورا الكلام ده كله وطبعا مدوخ الدنيا كلها بقالوا سنين كمان اعترف بنفسه ان هو اللي قتل في لب وفي النهاية تمت محاكمته وعلشان كده القصة دي بتوصل لك انك تاخد بالك كويس من بيتك او المكان اللي انت عايش فيه اتمنى لو وصلت لحد هنا تكتب لي كومنت تعرفني فيه انك وصلت معايا للنهاية عشان اعرف عدد الناس اللي بتهتم بالمحتوى لو اول مرة تشوف القناة ادعمني بلايك واشترك علشان يوصل لك كل جديد ما تنساش تشارك المحتوى علشان القناة تكبر وقلقوا نظرة كده عن المحتوى القديم واكتبوا في التعليقات تحبوا المرة الجاني تكلم عن ايه سلام